حسين الشحات النهاردة كان عنده أرقام عظيمة جداً وحسين الشحات تحديداً ملفت للنظر ملفت لعب غيره كان ممكن يتراجع مستوىه كان ممكن يحبط انتقادات كثيرة من جمعية النادي الآلي وكانت انتقادات مستحقة بصراحة بس هو قدر يعود في مستوى أو لمستوىه الطبيعي نهاردة حسين الشحات بيسجل الهدف التالت ليه في كأس العالم للأندية في ثلاث مشاركات مختلف سجل مع العين الإماراتي في التراجي التونسي سجل مع الأهل في الدحيل القطري سجل اليوم في أوكلان سيتي رقم عظيم جداً لحسين الشحات تعالوا نشوف أرقام حسين الشحات النهاردة من هذه المواجهة يلا بنا لعب 75 دقيقة سجل هدف عند أربع تسديدات في هذه المباراة صنع فرستين تمريراته الصحيحة 25 من 38 تمريرا محمد شريف كمان النهاردة قدم مباراة جيدة تحديداً في الشوت التاني لعب 80 دقيقة سجل هدف سدت أربع كرات أهضر فرستين تمريراته الصحيحة 6 من 8 برافو برضو محمد شريف بصراحة رجع أيضاً لمستوى أو لجزء كبير من مستوى لكن أرقام المباراة بشكل عام مباراة الأهلي وأوكلند هي كالتالي رابع لاعب يتمكن من التسجيل في سلاس نسخ مختلفة من مباراة الأندية على مدار تاريخها بعد مين بقى؟ شوفوا الأسماء اللي بتشارك نفس الرقم مع أسماء الشاحات ليونيل ميسي كريستياون نالدو جاريس بيل الشاحات سجل مرة مع العين الإماراتي ومرتين مع النادي الأهلي محمد الشناوي حرس مرمى القالحة أمام أوكلند سيتي الكلينشيت الثالث له في كأس العالم للأندية من أصل أربع مباريات شارك فيهم بالبطولة حيث اهتزت شباكه بهدفين فقط خلال أربع مباريات وكان الهدفين بأقدام البولندي روبرت ليباندوفيسكي مهاجم باير ميونيخ قال صابق وبرشنون الحال يعني اللي سجل في الشناوي في أربع مباريات كان ليباندوفيسكي فتمام معبولة يعني جدا النادي الأهلي أصبح ثاني أكثر نادي يحقق انتصارات في مبارياته ببطولة كأس العالم الأندية بسبع انتصارات خلف نادي ريال مدريد متصدر هذه القائمة بعشر انتصارات مش حدوش عشر انتصارات خلال مشاركته بالبطولة تمكن النادي الأهلي من تسجيل عشرين هدف للأهلي تمكن النادي مسكسيلي عشرين هدف مبتعدا عن برشلونا ثالث أكبر أو أكثر فريق مسجال الأهداف في البطولة بفارق ثلاث أهداف فقط كما يأتي مونتين المكسيكي في المركز الثاني بخمسة وعشرين هدف وريال مدريد في المركز الأول بواحد وثلاثين هدف دي أرقام ما بعد المباراة